كما تفقد رئيس الوزراء مستجدات أعمال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيدة وسمع مدبولي إلى شرح حول المنطقة الصناعية المقامة على مساحة 63 كيلو متر وتجرى بها العديد من أعمال التطوير بما يسهم في تأهيلها لاستقبال وجذب الاستثمارات في الكثير من القطعات وأكد مدبولي على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذلك تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس بمنح الأولوية للمناطق الصناعية تحفيز للاستثمار وتوطينا للصناعات وتشجيعا للقطاع الخاص